في جلسة مهمة جدا تمت بين الكابتن سهل عبدالحفيز مدير الكرة بالنادي الاهلي وبرس التاو قبل نزوله التمرين عبدالحفيز قال لبرس التاو انه ما يتحملش على نفسه ما يلعبش التمرين او ما يشاركش في التمرين وهو حاسس باي اصابة او اصابة عشان ما يغيبش مرة اخرى وما يحصلوش اللي حصل المرات اللي فاتت لما كان بيصاب ويرجع بسرعة قبل ما يبقى جاهز مية في المية فيصاب مرة اخرى والاهلي بيخسروا وقالوا انه ما يفرقش معاه سهل عبدالحفيز قال لبرس التاو ما يفرقش معاك الهجوم او الانتقدات اللي تعرضت ليه على الفترة المضايق احنا نصرق فيك وعارفين ان انت لاعب كويس ويرجع بس بدنيا وفنيا بشكل مثالي عشان تقول للناس كلها ان انا لاعب جيد وصفقة كانت كبيرة للنادي الاهلي في بداية الموسم الماضي ده بخصوص بيرس تاو